عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اجتماعاً مع رئيس هيئة المواصفات والجودة لتعرف على قرار الوزير الصادر بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات بحضور عدد كبير من الصناع المصريين عقدت غرفة الصناعات الهندسية اجتماعاً مع المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة بمقر اتحاد الصناعات لمناقشة القرار الخاص بتطبيق المواصفات القياسية المصرية بالمنتجات مواصفة القياسية المصرية هي تبقى سفير للمنتجات الهندسية في الخارج لمجرد ان حاجة مكتوبة عليها المواصفات القياسية المصرية انا بعتبر دي كلمة صنعة في مصر كنا حابين نعرف المنتجات دا هيئة تبقى ايه هي ونعرف الالية التعامل هتبقى ازاي حاجة المواصفات مع الصناع هم اللي بيقودوا قاتلة الصناع في مصر حالياً فاحنا النهاردة موجودين نعرف متطلباتهم ايه من المواصفات في الفترة القادمة بحيث نبقى مستعدين بيها وهنرفع تقريب مع الوزير باللي تم في الاجتماع دوت عشان يقدر ياخد قرارات مبنية على الدراسات اللي تمت في هذا التالي تحديات ومطالب عدة تقدم بها اعضاء غرفة الصناعات الهندسية لممثل وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع لتطوير الصناعة المصرية وحماية المستهلك حيطلبت منه انه يتحط آلية لما يجي فيه مواصفة المواصفة دي بيتم تطبيقها على طريق اجهزة معملية او اجهزة قياس او كذا انه الهيئة المواصفات والجودة تحط فقر يقول الكلام ده حيتطبق ازاي وفين نشهد حوالي عشر مواصفات جالي وضعهم على مئلة البحث والمناقشة الاتجاه العام من اتحاد الصناعات هو قبول المواصفات دي الخلاف هو مهلة الفترة اللازمة للتطور مواصفات في جمهورية مصر العربية لابد من قاعدة ضبطها بشكل عام على الجزء المستورد او المصنع محلي جاء هذا اللقاء عقب اصدار المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة قرارا بالزام المنتجين والمستوردين بمواصفات قياسية لعشرة منتجات للقضاء على ظاهرة استيراد تلك المكونات من مصانع وهمية بغرض المتاجرة بها محمد محمود اون لايف